المكتب الإقليمي لمنظمة صحة العالمية في شرق الأوسط بيكشف إجراء المنظمة لتجربة تضامنية لمقارنة سلامة وفعالية أربع أدوية كلهم على حدة أو توليفة من الأدوية الأربعة لعلاج فيروس كورونا يعني إيه الكلام ده؟ يعني فيه أربع أدوية اتقال لغاية دلوقتي الأدوية الكلوروكواين اللي هي كان بيعالجوا بيها المالاريا وفيه أدوية بتعالج الروماطايد وأدوية بتحسن الحالات وقالوا إن فيه أدوية بتعالج الأيدز وأدوية برد عادية فجابوا أكتر أربع أدوية واختبروهم هل الأفضل؟ إن أنا أشغل الدواء ده لوحده يجيب نتائج أحسن ولا أشغل خلطة من الأربع أدوية تجيب لنا نتائج أفضل منظمة الصحة العالمية عملت النهاردة التجربة المقارنة ديت وقال الحساب الرسمي ليها في تغريدة عبر تويتر إنه أجرت منظمة الصحة العالمية تجربة تضامنية لمقارنة سلامة فعالية أربع أدوية كلنا على حدة أو توليفة من الأدوية الأربعة لعلاج كوفيد ناينتين المكتب بيدعو البلدان في الإقليم وخارجه للمشاركة في هذه التجربة التاريخية ويبدأ استعداد لتسهيل هذه العملية عملية التحديث اليومي للمعلومات وأضاف إن التجربة بتجرع حالياً اسمها تجربة التضامن بتعتمد على الرعاية المعتادة اللي بيتم تقدمها للمرضى بالإضافة لاستخدام عقار ريميديسفير المضاد للفيروسات وعقار لوبينافير وريتونافير اللي بيستخدموا لعلاج مرضى الإيدز ويمكن استخدامهم أيضاً مع عقار بيتا انترفيرون الانترفيرون ده طبعاً معروف التجربة بتشتمل أيضاً استخدام الكلوروكواين المضاد للمالاريا وأوضحوا إن هناك أكتر من 45 دولة بتساهم في التجربة إن شاء الله النتائج كمان تبقى نتائج تضامنية جيدة